السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ان شاء الله معنا واحدة جديدة لصف جديد ومرحلة جديدة وهو الصف التاسع في مرحلة الصف التاسع في الوحدة الاولى لدينا عنوان getting to Palestine الوصول الى فلسطين هذا الداس رح نحكي عن الطيران الطيارة الكابتن الهبوط الطيران وشغلاتها عن عائلة اسمها يا فاوي فاميلي لكن بداية في عنا كلمات لازم نستمع لها نحفظها نعرف ازا في الها معنى الها مضاد تمام بعد من انتي من هاي الكلمات رح ننتقل الى باقي التمرين لهيك رح نسمع لها بشكل منيح ركز في الاستماع ليش ركز مثلا لو انت بدك تقرأ هاي الكلمة هتحكيها اير بورت تمام هلقيت لما انت تسمعها في المسجل مش هتسمعها اير بورت لانه البريطاني ما بيلفظش حرف الار اذا سبقه بحرف متحرك فهاي الكلمة اش بتصير اي بوت تمام فبتحس انه في الشراء حرف ار نهائي لهيك اركز في الاستماع نسمحهم كلهم نرجع نيدهم بالمعاني والمضاد ترجمة نانسي قوات بيك ترجمة نانسي قموات بيك ثم ترجمة نانسي قطار نانسي قوات برحريطان بعد ما انتهينا من استماع للكلمات نيجي نقرأهم كمان معظم اللي هو المطار هو المكان اللي بتهبط فيه بتقلع منه الطائرات طائرة يعني plane لاحظ على اللفظ ما حدش يقول لي plan لو انت قلت plan بتصير معناها خطة plane attendant اللي هو مضيف او المساعد الشخص اللي بيساعد الاشخاص المسافرين هذا اسمه attendant اوكي بعد يعني captain captain اللي هو الطيار او القائد طيار يعني pilot p-i-o-l-t تمام؟ pilot اللي هو طيار captain اللي هو القائد الطيارة او الطيار اوكي بعد يعني complete 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 اينا كتب لي verb وverb معناها يكمل ونفس هاي بيقول لي نفس المعنى fill fill اوكي اللي بعدها land وكتب لي جنبها حرف ال v وحرف ال v يعني verb fill اذا كانت noun تمام؟ هاي معناها ارض ولكن كverb معناها يهبط ايش معناها؟ يهبط و ال opposite اللي الها opposite يعني المضاد هي نفسة take off هايها تحتيها تمام؟ take off take off يقلع land يهبط والتنتين هدول مضاد اوكي حط بينهم هيك علامة x اللي بعد يعني landing card وقلي اول ما انت تصل بتروح تمام؟ تاخد بطاقة الوصول اسمها landing card أو حتى بتوزع عليكم وين في الطائرة عشان تعبيها ونتنازل كلمة لاند اللي هي من كلمة لاند يهبط اللي هي بطاقة الهبوط أو الوسط اللي هو جواز السفر وفيش أي حد بيقدر يسافر إلا بإيش؟ إلا بجواز سفر وهي معناها في هذه اللحظة now or at this moment في هذه اللحظة take off حكينا معناها يقلع اللي هي leave the ground يغادر الأرض تمام leave يغادر وground اللي هي الأرضية هذه معناها يقلع وقلنا the opposite المضاد اللي هي land ننشع حاجة يسمها word formation بالنسبة لمرحلة صف تاسع وخاصة صف عاشر تمام الword formation مهم جدا جدا وهذا عليه سؤال بيجيبه في الامتحان اسمه same family كلمات من نفس العائلة لو جاب لك مثلا كلمة flight أنا رح أكمل الجملة بكلمة flight وهكذا عشان هيك لازم أعرف المكان اللي بيقع فيه الفايل الاسم الصفة الحال وهكذا اوكي يعني كلمة fly fly يطير وfly ازاجة noun تجي معنى ذبابة الذبابة اسمها برضو ايش fly وكلمة flight اللي هي الرحلة الجوية ورحلة الطيران عبارة عن trip trip رحلة buy airplane تمام buy اللي هو بواسطة airplane بواسطة الطائرة نيجع على السؤال التاني look at the pictures on the next page describe them انظر إلى الصورة أو الصور الموجودة في الصفحة التانية وأوصف لنا إياهم تعال نشوف الصور مع بعض في الأول هاي الصورتين الموجودة so who's she she's the attendant attendant اللي هو مين المضيف أو المساعد تمام وهي في عنا أشخاص من اللي هو عائلة يفاوي وهي في عنا ناس تستنى فيهم تستنى في هاي الأشخاص في عنا هنا table اللي هو time table جدوى المواعد في هاي المنطقة في عنا في airport airport في عنا plane plane طائرة وفي عنا travelers travelers مسافرين أوكي هذا وصف للصورتين نيجع على الجمل حتى نكملهم مع بعض في الجملة الأولى مكتوب عندي in picture number one some people بعض الناس في الصورة الأولى بعض الناس هاي هم are struggling يسافرون on a plane على الطائر تمام هذا في الصورة يا شيء الأولى اللي فيها المضيف والشخص وكمان في الصورة الأولى the woman on the right الشخص الوقف على يدك اليمين هذه المرأة الوقف على يدك اليمين is talking to talking معناها يتحدث تساوي المينيج تبحث speak me إذا انت شاطر هيك بتجيب لي نوتا دفتر راح احكي معاني كتير و opposite كتير فدوّنهم معي اوكي بعد هيك في عنا بعد talking to راح تيجع على اللي هو a boy and a girl on the left اللي بتحكي مع ولد وبنت على الناحية اليسار و left عكس مين عكس right طبعا هذي number two وليس three in picture number two في الصورة رقم اثنان we تكتب لي we can see نستطيع أنرر هذو الأشخاص اللي كانوا واكفين جنب الطائرة هلش شايفين a plane outside the building a plane اللي هي طائرة outside خارج building اللي هي المبنى and the last one the boy in the green shirt الولد اللي لابس Z أخضر وهي أنا حكيانا بصفة تامنة خدنا انه N بتيجي مع الملابس with بتيجي مع الاكسسوارات تعالى الشخص اوكي المظهر الخارج فكلمة N مع الملابس استخدمينها green shirt اوكي looks excited exciting معناها مندهش هيك مستمتع about في عنا the plane تمام؟ بمشاهدة الطائرة الموجودة عنا في الصورة هاي بالنسبة لتوصيل الجمل الأربعة السؤال الثالث يعني listen and answer the questions طبعا هاي الأسئلة راح تسمع لها وجاوبها من وين من النص اللي احنا هلقيت بدنا نسمع لها who are the young travelers مين المسافرين الشباب هدول عكسها old o l d تمام where are they going اين هم ذاهبون who are they going to see بدهم يشوفوا مين تمام how does everyone feel at the end وكيف كل شخص كان بيشعر في النهاية راح نسمع للنص ونوقف ونرجع نقرأ ونترجم لكل جملة وكل عبارة لهيك خليك معنا وركز مني اوكي ولو جبت النوتة وسجلت الكلمات بكون كتير مني يلا بينا اوكي بالنسبة للفقرة الاولى في عنا بيحكي لي بيقول لي عائلة يوفاوي في العادة بروحوا اجازتهم الصيفية او وطلهم الصيفية لوين لامريكا ولكن في هذا العام عديلوا نضال قرروا اشي مختلف اللي هو انهم يقضوا طبعا اشي مختلفة اللي هي كلمة difference تمام في عنا having summer holiday with a very big difference نيجي على معاني الكلمات الموجودة عنا طبعا لو قال لي استخرج summer summer اللي هو استخرج كلمة summer هاي season I'm sorry لو قال لي استخرج season فصل من حصول السنة في عنا summer تمام كلمة holiday معناها vacation V A C T I O N تمام vacation في عنا كمان هنا والله مصالح سيدنا محمد كلمة big big معناها كبير تساوي large وتساوي كمان huge وتساوي enormous كلمة big في عنا large في عنا huge في عنا enormous وركز عكلمة enormous لانو حتتكرر كتير اوكي difference معناها مختلف اختلاف كبير او فرق كبير تمام The opposite similarity العكس similarity تمام اللهم صالح سيدنا محمد يش بيحكي بعديها في تمام الساعة العاشرة والنصف في الصباح اللي هو كان التاريخ يقول لي اللي هو عشرة سبعة And they are taking off on a long flight قلنا ايش معنا يهبط طبعا هذا كله زمن باستخدم زائد الفعل مضاف اله استخدم هنا ار زائد الفعل مضاف اله ليش يستخدم هاي الشغلات لانو هذا الحدث مستمر الان اوكي قلنا the opposite land عشان الها انجي بقل landing of landing تمام بس landing مش اوكي on a long long معناها طويل عكسها short short وذكرتني في عكس كلمة big في عنا كلمة small صغير وفي عنا كلمة tiny t-i-n-y اوكي long معناها طويل اللي هي tall طويل وفي عنا the opposite short flight بنا رحلة الطيران اسم الرحلة flight اسم الطائرة والرحلة اللي هم طالعين فيها flight PF124 اوكي to gaza وان رايح هاي الرحلة على غزة soon after that وبعد ذلك after قلنا the opposite before مضاد ها كلمة ايش before they hear the captain سمعوا الكابتن اش بحكي الكابتن يلا اسمع معنا الفقرة الاولى اوكي we're now flying at eleven thousand five hundred meters and the weather ahead is excellent this is exciting Palestine here we come later during the long flight are you from Palestine well we're Palestinian American we're staying with our cousin's family when we get there we're staying with them for four weeks we're going home in early August so you each need to complete a visitor landing card they'll take it after you arrive will you show them your passport here you are okay بالنسبة للفقرة اللي بعدها الكابتن اش حكا we're now flying at eleven thousand five hundred meters and the weather ahead is excellent قال احنا طيرين تمام بمسافة احداشر الف وهمس مئة متر والوذر اللي هو حالة الجو الطقس the meaning is climate the meaning المعنى اللي ها معنى اسمه climate اوكي a head is excellent excellent يعني ممتاز ممكن the meaning is wonderful or amazing اوكي وقول حالة الجو كمان ممتازة طيب ان شاء اللي بعدين this is exciting exciting يعني هدا نضال بحكي this is exciting exciting يعني ممتع مشوق اوكي the meaning is interesting interesting هدا الميننى the opposite المضاد boring boring اوكي ايه طبعا الشخصين هما نضال وهديل هدي ليش حكت Palestine here we come نحن قادمون اوكي here we come اوكي اللي بعدها later during the long flight later وبعد ذلك during خلال the long flight خلال الرحلة الطويلة احفظ حرف الجر هدا during بيجي مع long flight اوكي كلمة during تيجي مع مين مع long flight اوكي طيب هاي during لازم نحفظها عشان موجود عندنا في الدرس التالت اللي هو حروف جر later وبعد ذلك the opposite earlier earlier اوكي قلنا long the opposite is short نيجي على اللي بعديها الله مصال اسم attendant are you from Palestine المضيف ايش حكا لهم هل انتم من فلسطين هدي اللي قالت well we are Palestinian American نحن فلسطينيين امريكان طبعا اللي بيضيف لها I-A-N هاي جنسية ناشوناليتي ناشوناليتي اوكي استخرج ناشوناليتي في عنا بحلسطينيين امريكان we are staying staying يبقى اللي هي غيمين اوكي with our cousins family احنا بنضل مع عائلة ابناء عامنا اوكي في عائلة ابناء العام في عنا when اللهم صلى اسمه محمد when we get there لما نصل الى هنا كلمة there the opposite المضاد الى here احدث حرف T فقط اوكي من جالة بعدها we are staying with them for four weeks احفظ حرف الجر كمان هذا four بيجي بعديه مدة اوكي four four weeks الفور الاولى ل بمدة تمام four weeks اربع اسابيع we are going home in early august رح نصل هناك early august august هو شهر تمانية early معناها مبكر لكن لما تسمع early august معناها في اوائل شهر تمانية اوكي بداية شهر تمانية فكلمة home في عنا بيت تساوي house house the meaning is house early the opposite is late 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 يعني متأخر في الاخر ايش حاكي الاتدن and so you each need to complete a visitor winding card each كلا تمام كل ايش يعني each كل يعني كمان كلمة every every برضو معناها كل لكن الاتنين بعبروا عن مفرد يعني انا مسلا لما احكي each student اه مفرد هي معناها كل ولكن بعبرها عن مفرد complete يكمل visitor visitor اللي هو زائر تساوي tourist t-o-u-r-s-t okay tourist اللي هو سائح landing card بطابقة الهبوط they will take it after you arrive كلمة take معناها يأخذ the opposite give give يعطي after معناها بعد the opposite is before arrive معناها يصل the opposite is leave تمام l-e-a-v-e leave يغادر when you show them your passport here you are here you are تفضل ايش يعني here you are تفضل شو يعني لما انت تفرجيهم تعرض عليهم اللي هو جوازك السفر تمام رح يسلمك landing card بعدين at gaza airport next morning تاني يوم الصبح وصلوا لميش للمطار اسمعيش بسير at gaza airport next morning i can't wait to see them again well they're arriving at 9.30 and it's almost 9.30 now so they're coming very soon no they're landing right now that's their plane finally 45 minutes later nidal hadil hi hi rami it's great to see you again hello hadil hello nidal welcome home to palestine it's lovely to have you here thank you uncle basim aunt nada it's lovely to be here okay في اخر فقرة وصلوا لعند المطار راميش بحكى i can't wait to see them again can't wait هاي بستخدمها يعني انا كتير متشوق اني اشوفهم مرة مرة اخرى اوكي يعني واحد بقول لك مثلا عندنا حفلة مثلا الخميس القادم اش بتقول له i can't wait can't wait هاي بانا انا متشوق اللي الى هذا الحدث اوكي لكن في الصف تاسع للدلالة على المستقبل وهما كمان نفس الموضوع موجود في الصف عاشر في اول موضوع اوكي لهيك ضل لك حفظهم عشان هيتكرروا كتير اوكي نشعل لبعدهم اللهم صلى على سيدنا محمد اه they are arriving at nine thirty and it almost almost معناها تقريبا the meaning is اللي هي في عنا كلمة about وفي عنا around لكن الاكتر استخداما approximately 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 تقريبا almost صح معناها تقريبا ولها معنى تانية اسمه approximately okay they are coming very soon لاحظ هنا كلمة سون معناها قريبا اشي لسه مصارش لكن استخدمنا زائد الفعل مضاف اله لانه بيدل على المستقبل واشي فيه مخطط ومرتب اله مصبرا okay they are landing right now وهي نستخدم right now وبرضو استخدم معه ال that's their plan اش بحكي تقريبا عندهم مسلوقة لا اهي طيرتهم عم تهبط finally اخيرا the meaning is at last at last l-a-s-t okay اللهم صلع سيدنا محمد forty five minute later بعد اللي هو بعد خمسة واربعين دقيقة later بعد اللي هي قلنا في عنا early مبكر او قبلة ايه الرامي نضال هديل هاي هذا الرامي بيرحب فيهم رحب فيه واش حكو it's great to see you again من الرائع ان اراك مرة اخرى هالو هديل هالو نضال welcome home to Palestine اهلا وسهلا فيكم في فلسطين it's lovely to have you here من الرائع ان اراكم هنا thank you uncle Basim انت ندا من الرائع ان اراكم it's lovely to be here قلنا the opposite of here مبارد here اللي هي there lovely هي نفسها زي beautiful beautiful لطيف او جميل اوكي لطيف معناها kind من الابارات اللي انت لازم تستخدمها في حياتك اليومية it's lovely to have you here من الرائع ان اراكم هنا it's lovely to be here من الرائع ان اكون هنا هاي عبارات ممكن تستخدمها في حياتك اليومية وانا بقول لك it's lovely to be here with me ايه كتير انا مبسوط فيك انك موجود عندي اذا عجبك هذا الدرس اضغط لايك للفيديو وما تنسيت عندك اي سؤال او اي استفسار ترك ليه في التعليقات وشاركنا في القناة واضغب علامة الجرس حتى يصلك كل جديد والى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة